وبما ان رمضان على الابواب فضروري يحتاجون الاسل لكي نحضر الشباكية والبريوات والمعسلات الرمضان اللي لا يخطونه في المائذة المغربية اليوم جبت لكم الوصفة المعتمدة عندي ديال الاسل كتجي رائعة بزاف سهلة و بسيطة و ناجحة 100% مع لكم غير تسجلوا الفيديو عندكم و ما تنسونيش من لايكاتكم و تشجيعاتكم و نضموا الحساب عنوال حدقة شاكت وصلوا بمزيد من الوصفات و الشيوات و نبدو على بركتي الله في الطنجرة الدخطة ديالي قدرت جوج ديال القوالب ديال السكر من ما يعادل 4 كيلو جرام ديال السكر نضيف عليهم جوج لتر ديال الماء كل قالب ديال السكر نضيف فوق منه مباشرة 1 لتر ديال الماء باش هكا كي يهبطها كلماء مع السكر و يدوبوا ليه من بعد غدي نخليهم ليلى كاملة حتى يدوب لي ذاك السكر تماما بالنسبة للبنات اللي بغاوا يديروا نصف هادة الكيميه هدي غير قالب واحد ديال السكر فرغادي نخليليكم من المكونات مكتوبين اسفل الفيديو بعد اما كتدوز ليلى كاملة كيدو بلي ذاك السكر تماما كنحاول اني نحرك هادة السكر باش ما يبقاش حاتلية في القعر ديال التنجرة ديالي ومن بعد غدي ندوز ناخد واحد جوج ديال الحامضات اللي غسلتهم مزيان ونشفتهم وغادي نقطعهم بالنسبة لتقطع ديال الحامض انا كنفضل غير نفلح هادوك الحامضات بهذا الشكل هادة كتشوفه معايا باش ملي كي تبليه العسل ديالي كنحيد الحامض بكل سهولة ما كيبقاش مدري لكم هادوك الطريفات ديال الحامض وسط ملي العسل بالنسبة للبنات اللي غدي بغيوا يستعملوا السكر ثاني دا عوض السكر قالبي لما كاش متوفر عندهم فاركديروا نفس القياسات تماما وكتحصلوا على نفس النتيجة هنالبنات بعد ما قطعت هادوك الحامض كنضيفه على هادوك السكر وكنضيف ايضا جوج عويدات ديال القرفة غادي نصد الكوكوت ديالي كنزيرها مزيان وكندير صفاره وكنحطه على واحد النار لي كتكون مجهده في الاول غير كتجمع لي هادوك الضغط في الطنجرة ديالي وكتبدأ كتصفر كننقص النار وكتخليها مهيلة كتحسبوهن الساعة وكتطفوهن النار بعد ما دستن الساعة كنلقى العسل ديالي ولا بها تشكل هادا اللون دياله تغير واهم حاجة باش كتعرفوا العسل ديالكم واشطاب الحامض خصكم تلقاهه ولا بها تشكل هادا الحامض كيقصاح كيتجفف مزيان واللون دياله كيتغير الى بليكم بان الحامض باقي طريبا قير طبقي اللون دياله فاتح فكتتعاودوا تسدوا الكوكوت ديالكم بصفاره وكترجعوه 11 ديال دقايق وحده اخرى هنايا قدي نوريكم القوام دياله اللي حصلت عليه في الاول كيكون سخون وبالتالي ما كتقدرواش تعرفوا القوام دياله كتاخدوا واحد شوية كتديروا فوحد زلافه كتديروا فتلاجة او لف المجمد باش هكا كيبرد بسرعة عاد كتشوفوا القوام الى كان مناسب صفيرا العسل ديالكم واجدك تخليه كيبرد الى كان مازال خفيف انا جاني بقي خفيف شوية كيفما كتشوفوا معايا ماشي هذا هو القوام المناسب للشبكية والمعسلات باش كيبقى فيها العسل دياله وما كتنشفش فضروري يخصوه نتقل من هكا وبالتالي عاود حطيته فوق من النار عشرة ديال دقايق ما سديت الكوكوت ديالي خليتها محلولة النار كتكون متوسطة كي بدك يغلي تقريبا خليتوا ما بين 7 و 10 دقيق يقصافي وكنت فعلي يعني كنخصوه غير واحد شوية فقط انه يزيد عقاد خليتوا لي لكاملة حتى برتماما خليتوا غير فوق من سطح العمل وفي الاخر كنحصل عليه بهذا القوام هذا اللي كتشوفوا معايا هادي الوصفة المعتمدة عندي من زمان مع امرو محش مني كنحضر بي المعسلات ديال رمضان كيبقوا لي الشهر كامل بحالي لاي الله طيبتهم ما كينشفوش وما كيتحجرش عليهم العسل جربوه بعينكم غمضين وكتبو لي في التعليق شنو نوع ديال معسلات اللي بغيتون نشارك معاكم هاد العام هادا وما تنسوش تابعو حساب عنوال الحدقة باش هكا توصلوا بجديد الوصفات اللي كنشاركها معاكم كل نهار وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله